وهقول لك رقم محمد صباح لعب مع منتخب مصر 96 مباراة 96 مباراة سجل فيهم او ساهم بالتسجيل فيهم في كم مباراة او في كم هدف 86 هدف سواء تسجيل لو 54 هدف سجلهم او صنع 32 يعني بنسبة تقترب من هدف في كل مباراة مفيش لاعب في تاريخ منتخب مصر عمل ارقام زي دي فمحمد صلاح حرفيا ولعبي منتخب مصر عارفين الكلام ده كويس والجهاز الفني عارف ده كويس عشان بس ما احدش يقول لي انت كده بتقلل من بقى اللعبين لا بش بقلل منهم ده محمد صلاح بس محمد صلاح على مدار 11 سنة هو شاي المنتخب مصر على اكتابه وفي مجموعة معاه من اللاعبين المميزين الجيدين بس التقليل من محمد صلاح والتقليل ان محمد صلاح ما بيديش لمنتخب مصر ده حقيقي كلام فارغ ومضلل جدا جدا وكلام ظالم جدا يا جماعة احنا مش بنصحة من النوم كل يوم عندنا محمد صلاح احنا بس عارف انت اللي هو ايه يقولك تعتاد النعم احنا عندنا محمد صلاح دلوقتي فانت ماشي عادي مع محمد صلاح اسطورة كرة القدم المصرية والافريقية واحد من اهم اللاعبين في العالم ماشي عادي يعني اما لو ما بكرا مش هيب عندك اصلا هتقول ياه فين ايام محمد صلاح فين ايام الجماهير في ليفربول لما كانت بتهتب باسم المصري محمد صلاح فين محمد صلاح ده لما كان بيجي مع منتخب مصري ايما يسجل او يصنع على الاقل فين محمد صلاح ده اللي كانت اللاعبية بتلتفى حواليه فين محمد صلاح ده قائد الحقيقي المنتخب مصري فين 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 لطول كده بس اشهد الوقت انت في وسط الموضوع فلا تعالنا تعالنا نقود ناكل في محمد صلاح شوية يعني تسلى عليه شوية لأ بص ان شاء الله ربنا هيكرمنا في البطورة دي وانا مبارح قلت لك النشوط التاني في مبارات غانا خلاني متفائل جدا بس انا لو انت من الفريق اللي عايز ينتقد محمد صلاح على الفاضي وعالمليان وبيضايقك الناس اللي حالاتي اللي بيشيدوا دايما بمحمد صلاح فانا فخور وسعيد وفرحان انك متضايق عشان انت لا تقدر ما يفعله محمد صلاح لمنتخب مصر ولكرة القدم المصريية بشكل عام